السلام عليكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب نارد جمع بعض في الفيديو الجديد وازاي نعمل عنوان للفيديو بتاعنا يكون طريقة منصقة جدا ويكون ممتاز جدا يا شباب رقم واحد يا شباب لازم ان تكون فهمين حاجة معينة وحاجة مهمة جدا 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 في العنوان ان العنوين بتتجزق لي كذا نوع من المحتويات كمسال لو انا برفع فيديو كمسال زي ده ولكن لازم ان تكون فهمين ان هلا والفيديو ده بيتكلم عن ايه تقدر تحطروا العنوان المناسب بتوع طبعا انت هتقول لي ما انا فهم الكلام ده كله ايه الجديد بس انا اقول لك على معلومات كويسة جدا 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 تخص العنوان يا شباب وان شاء الله وبإذن الله مش هتلاقي كل المعلومات اللي انا هدهالك دي في باقي الفيديوهات وعلشان خاطر ما ضيعش وقت يا شباب هنيجي على طول هنكتب كمسال لو احنا بنعمل محتوى عن مثلا المال ووائل اخره يعني وليكن انت ممكن تكتب او هتلاقي عنوان بتقول لك مثلا كيف بتصير غنيا يا شباب لازم ان نكون بقى مدركين حاجة ان اليوتيوب والس اي او او الس اي او زي ما بنقولها كده على طول دي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة ليوتيوب هتقول لي طبعا ايه هو الكلام ده كله اقول لك ان الجهاز او بمعناء صح عشان نكون نتكلم بالبلد اكتر الكمبيوتر يا شباب اللي في الشركات يقدر يترجم كل اللي انت بتقوله ده ويقدر يخلي الفيديو بتاعك يتصدر نتاج البحث يعني لو انت عامل كل حاجة صح وغيرك عامل حاجة نقصة حاجة واحدة او حاجة مش بالتنصيق بتاعه صح لليوتيوب زيك هيكون هو تحتيك في عدد المشاهدات ويفي اقتراح الفيديو طبعا مشارك فالعنوان هو يعتبر اهم جزء من الفيديو كله طبعا مع السورة المزغرة ولكن بالنسبة بقى لليوتيوب نفسه كشركة كل حاجة تخص الفيديو بتكون مهم عشانك ولكن العنوان بيكون برضو اهمية جبيرة جدا ومهم واشان نكتب العنوان يا شباب هنكتب كمثال بده ما نكتب كيف بتصيرها غانية هنفتح اليوتيوب بالشكل ده وليكن يا شباب ويكون عندك صفحة رأسية كمثال وهنبحث مثلا كيف بتصيرها غانية لو بحسنا كده شباب هنلاقي ان الكلمة دي موجودة هنا برضو وهنلاقي ان فيه كلمات تانية بص نعم يعني انت تقولي طب ايه هي اصلا المغزن من الموضوع المغزن شباب ان انت ما نفعش تكون عامل حالة من الغموض فقط يعني ما نفعش تكتب كيف بتصيرها غنيا وشكرا على كده ده موجود بالفعل اصلا رقم اتنين انت نازمة تكون فاهم انت ما نفعش تكتب عنوان غيرك كتبه ما نفعش تنسخه من الاساس اصلا يعني انت المفروض ان انت بتكتبه انت بايدك وفي نفس الوقت ما يكونش بنفس التنصيق بتاع الشخص التاني بالحروف بكل حاجة علشان خاطر ده هيباني ان هو متعاد استخدام حتى الكلام نفسه انت معك في لغة العربية كمثال لو معك حتى مش اقول لك مليار لو معك مليون كلمة فانت قادر تستخدم من مليون كلمة براحتك يعني. فلو جينا فكرنا بطريقة صح هنكتب ايه? المفروض يعني او انا ماكسل هكتب افضل مشروع مربح او افضل مشروع صغير يجعلك غنيا. وصلت كده يا شباب. طب انت هتقول لي ايه هو بقى الكلام ده? وليه ما هي هي? لا اقول لك لا مش هي هي. هنا كده انا عملت حاجة اسمها سؤال واجابة غامضة. تمام يا شباب? علشان خاطر لها الاجابة الصريحة في الفيديو نفسه. فانا احنا جينا بصينا نلاقي هنا. دي صيرة سؤال يا شباب. تمام افضل مشروع مربح. طب ايه انت رو جيت كتبت هنا كده? افضل مشروع صغير. هتلاقي كلمة ايه? افضل مشروع صغير مربح. افضل مشروع صغير. افضل مشروع صغير. افضل مشروع صغير مربح برأس مال قليل. مربح في مصر. مربح للبنات في مصر من البيت واو والي يامن. العراق الجزائر. الكلام اللي احنا فاهمينه دا كله. طب تمام هتقول لي. طب انا كده فهمت ايه? هقولك ان انت كده دي صغة سؤال. يعني انت اللي بيجي يخش يبحث عن محتوى. بيبحث بصغة السؤال بتاعته. يعني انت بتجي تبحث عن حاجة ما بتقولش. ما بتكتبش اعمال للشخص كذبه. بتكتب السؤال اللي انت عايز تعرف اجابته من الشخص. ايه هي بقى اهم حاجات. ايه هي مسلا افضل كريم للعناب البشرة. افضل كريم للحبوب. الكلام اللي احنا فاهمينه دا كله دا كمثال يعني. انت لما تيجي تكتب علشان نكون ببساطة كده هنكتب سيغة سؤال. ولازم ان نجاوب في نفس الوقت على السؤال بتاعنا عشان يكون فيه منطقية اكتر ويكون مش متكرر في اليوتيوب. كمثال افضل مشروع صغير. يجعلك غنيا. بص كده يا شابل وجينا وبصينا بقى على الانوان ده. هتلاقي ان هو مش متكرر. بص كده هنا. افضل مشاريع نجحة في مصر. افضل مشروع بمبلغ بسيط. افضل مشروع كبير مربح. اف مش موجود افضل مشروع صغير يجعلك غنيا. لو جينا شلنا عارف. نلاقي عشان انت ما تقوليش. طب ما هيك الكلمة دي كبيرة جدا على اليوتيوب. هقول لك ان هيك كبيرة تانية. بيقول لك افضل مشروع استثماري. افضل مشروع استثماري برأس مال صغير. وصلت كده يا شباب. يعني معنا كده العنوان اللي انا هكتبه ده. مش متكرر في اليوتيوب يا شباب. نازم ان نكون مدركين له هنا. علشان خطر امليج نكتب عنوان اصلا للفيديو بتاعنا. نخش نبحث عنه الاول في اليوتيوب. يعني مش مش بعد ما نبحث. نضغط انتر كمثال. بحس. وانهم جاين شايفين. لا يعني لازم ان نكتب كده مسلا. افضل بص كمكتوب افضل مسلسلات رمضان. كمثال يعني. يمكنوا لي افضل مسلسلات رمضان. دي كده. ده كده يا شباب سؤال غلط. ده كده يا شباب عنوان غلط. المفروض افضل مسلسلات رمضان الرومانسية. بص بقى مكتوبة. معنى كده اللي انا هكتبه ده. مكتوب قبل كده يا شباب. بص قبل ما انا ما اكمله. هو هيكترح للكلمة. لو جينا ارجعنا للكلمة احنا كنا كتبنا. افضل مشروع صغير. يجعلك غنية. شكرا يا شباب. مش موجود. هو حتى ما اكترح ليش الكلمة اللي انا كتبها. او الجملة اللي انا كتبها. وده معناه ان هي مش موجودة اصلا في اليوتيوب. ولو انا كتبتها هنا اهو. هيعمل معي حاجة اسمها ايه بقى? سؤال. اللي الشخص هيسأل عنه. اجابتي انا بقوله ان انت هتكون غني. وطبعا هقوله انا المعلومات الباقية في الفيديو اللي هتخليه غني. واللي هترد على سؤاله باجابتي انا. وفي الاخر هيكون الفينش بتاعه ان هو يكون شخص غني. طبعا هتسألني سؤال مهم و هتقول لي طيب هل كده ده كفاية? هقولك مش كفاية. لازم ان تكون عشان خطر تعرف معلومة مهمة وهي اي عنوان هتكتبه. في اليوتيوب لازم ان يكون يخص الديسكريبشن برضه. او الوصف يعني لما تيجي تكتب افضل مشروع الصغير دي. كلمة دي دي كلمة م المفتاحية للعنوان يا شباب. لو جينا ضغطنا كوبي. وجينا عملنا وصف هنا شابز الفيديو اللي فات لانا اعلمتكم فيه زي نكتب الوصف الطريقة صح. هنيجي ناخد الكلمة دي وهتكتب هنا او برضه. بس مش في اول كلمة يعني ولكن في الموضوع اللي هي هنكتبه في الوصف. او حتى لو هي الاولى او لكن مش هقصد ان هي مسلا مش تكون اول كلمة كده. وابدأ من هنا الوصف. كمسال. لا. هكتب هنا يا شباب وبعد كده. هنزل وهكتب هنا او. في الكلمة المفتاحية كمس افضل مشروع صغير. تمام يا شباب عايزهر لنا مسلا كلمة هي بالشكل ده. ويا حبزة بقى لو انت جيت كتبته كمان على سورة مصغرة. بنفس السؤال بنفس الاجابة. او باجابة مختلفة عندي وراكن يكون نفس السؤال. ويا سلام لو انت كتب قلته في الفيديو نفسه. امسال مقدمة الفيديو او في كزا يعني في كزا مكان في الفيديو يا شباب ننطق نفس الجملة دي. تمام يا شباب وبعد كده يا شباب هيبقى احنا كيكتبنا كم مرة اشباب واحد هيبقى مرة في العنوان. اللي هي الكلمة دي. تصغط السؤال. اتنين. تلاتة صورة مصغرة ايه? تلاتة كمسال. مسلا تلاتة هتكون هنا الصورة ولا هي هتكون هنا بعينها هنا. اربعة كلمة مفتاحية. خمسة داخل الفيديو نفسه. لو احنا كده قلناها خمس مرات اشعاب كده اليوتيوب فهم ان احنا بالفعل بنتكلم عن السؤال اللي الناس بتسأله ده. طبعا لو احنا كتبنا اللي انا بقوله لك ده الخمس حاجات يعني الخمس مرات الكلمة دي مكتوبة خمس مرات في المحتوى ومتقالة في الفي الفيديو. لو شخص بقى قالها في الفيديو وكتبها في الانوان وكتبها في الوصف وما كتباش في الكلمات المفتاحية هتبقى انت اولى منه بالنسبة هي ليتشيوب هيصدرك انت في البحث. تمام يا شرابة او او سيو زي ما قلنا. طيب لو انت كتبها هنا او. وفي الوصف ولكن مش كتبها على الصورة المصغرة اللي كتبها على الصورة المصغرة وجايب فئة اعلى منك. لياب معنا اصح كتبها وهو خمس مرات او بخلاف البيتاقة في الفيديو اني اعتبر انها اربع مرات واحد و اتنين صورة المصغرة تلاتة كلمات المفتاحية اربعة. هيكون هو اولى منك لو انت كتبها في التلات اماكن بس ومش كتبها في الصورة المصغرة يبقى هو هيكون اولى منك فيها وهيتصدر نتائج البحث. وا 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 الى اخير يعني انا بحاول اوضح لك الموضوع بشكل تفصيلي. تمام فاحنا لازم ان نكون فاهمين حاجة في كتابة العنوان. ان احنا نكتب سؤال واجابة. ما ينفعش تقول كيف بتصير غنيا. وشكرا على كده لانك انت عملت حالة من الغموض. طب بالنسب السائل السؤال انت مش هتترشح له. يعني لو انت راجيت انا انت راجيت بحست هنا. تمثال يا شعب افضل مشروع صغير. تمام كده? اي حد هيبحث عن اي حاجة من الحاجات دي انت مش هتزهر له من الاساس. لو انت كتبت العنوان ده. كيف بتصيرها غنيا. ليه? لان هو اصلا انت مش موجودة كيمة المفتاحية اللي هو بيبحث عنها. واللي هي افضل مشروع صغير. عايز تشيل مشروع خالص وتكتب مسلا افضل مشروع عايز تشيل صغير خالص يعني مسحناها كده وتكتب افضل مش مشروع. يجعلك غنيا. اقلق يا شاباب. اقلص الكلمة مش موجودة. كمثال كده. هو بقى كتب صغير. كتب مشروع كبير. مشروع استثماري. مهم ان انت الكلمة بتاعة افضل مشروع هتكون اي كلمة اي حد يبحث عنها هتكون موجودة عندك انت في العنوان نفسه. وصلت لكم كده يا شاباب. وبس كده بالطريقة دي يا شاباب هتكون انتم متصدرين نتاج البحث. يا ريت تجربوا الموضوع ده اول تقولوا لي رأيكم عنه. وبالاخص بعد ما تجربوه محدش يقول لي رأيه قبل ما يجربوا. جربوا الموضوع الاول يا شباب. وبعد كده اقولولي جايب معاكم نتيجة ازاي يا شباب. وبس كده يا ريت تقول لي في التعليقات بقى بعد ما تجرب الموضوع ده. تعرف تكتب العنوان زي ما قلنا صيغة سؤال صيغة اجابة غامضة. وفي نفس الوقت الاجابة الصريحة هتكون معاك انت في الفيديو. هكذا طريقة واوة الى اخير. ولكن يكون فيه صيغة سؤال. بتي تكتب زي ما قلنا صيغة سؤال صغيرة. طيب. انت بس هتعمل حاجات العناية بالبشة. اف افضل كريم. تمثل الشعر. لتفتيح البشرة. بطريقة سريعة. طيب يا شباب. بص لو احنا كتبنا هنا كده. كلمة دي موجودة بالفعل. في حد اكتبها قبل كده. الانوان ده. افضل كريم. لتفتيح البشرة. ده كده سؤال اهو. اجابته. او بمعنى اصح الاجابة الغامضة. اللي فيه هي بطريقة سريعة. اللي هتخلي الشخص ينجزب لي الفيديو. احنا عشان نكون منطقيين اكتر. هنكتب. افضل كريم لتفتيح البشرة. كمثال يا شباب. بص كده. افضل كريم لتفتيح البشرة السمراء الشمسية. كمثال يعني. لو انت هتكتب اي كلمة ثانية. موام ان الكلمة ما تكونش. بصو. افضل كريمات تفتيح البشرة والعخير. موام انها ما تكونش موجودة يا شباب في البحث. واصلالكم كده الفكرة ما تكونش موجودة في البحث هنا. نفس الوقت تكون منطقية يعني. يكون فيها سؤال وفيها اجابة. طيب يا شباب انا بديكو كامثلة يعني. والطريقة دي هي الطريقة الصح لكتابة العنوان يا شباب عشان خاطر الموضوع يكون جايب معاكو. بطريقة كويسة جدا ويكون ممتاز معاكو. زي ما قلت لكم. لو اجابك الفيديو مستش تعمل لايك واشتراك فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وست تعليق بعد ما تجرب الموضوع ده وقال لي اي رأيك فيه. و لو انت حاجات حاجة معينة او اي حاجة اي اي تقدر تقولي فيه التعليقات. او تسألني على الفيسبوك على طبيلة يا شباب لو انتم باتبعتولي او تقولولي على حاجة عشان ماش ينفع توابها لو انت سألتني على اليتشيوب عن طريق كتابة يعنوان الحاجة معينة بانا مش عارف اجambالك على طب اي فلسير قلع كتابت. فا check вin وموضوع كبير ده بتسألنا على الفيسبوك يا شابه انا بسيبلكوا اللينك في الديسكريبشن وبس كده ولو بتستفاد من المحتوى ياريت تشاركوا عشان غيرك يستفاد منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته